في عنوين النشرة الحريري الحكومة في غضون عشرة أيام الدجانتور تك بين الدولة والاشتراف نطالب وقف تصدير المحاضر بحق أصحاب المولدات لأنها مبنية على قرار تعسف بمسألة إطفاء المولدات، القرار واضح بالمصادرة ووقف العمل من جانبها، وليس من جانبها فالصحة تدخل الطوارئ بشر كل المرضى أنه حيبلشوا يحصلوا على دواهن أبتدام أول أسبوع الجيد تصريف الضرورة يتغلب على ضرورات الأمنية بل الضرورة بأحكام وللظروف الاستثنائية أحجام تركيا تسأل عن الخاشقجي والرياض لا تعلم ليس محتجز وإنه مباقي بإرادته، وواضح أنه تحترق راحة، تحت التهديد تركيا تسأل عن الخاشقجي والرياض لا تغيير في معادلة التأليف حمله ظهور الرئيس سعد الحرير المتلفز الليلة باستثناء وعده غير الجازم بوجود حكومة خلال عشرة أيام واستعداده لأن يضحي بوزارات عائدة إليه للسير في الحكومة من أجل البلد وأرأى الحريري أن من يريد أن يدخل الحكومة من أجل الإشكال مع الفريق الآخر لن أقبل بذلك ولو اضطررت إلى الاعتذار وسأعتذر وأضاف الحريري أن علاقتي برئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع جيدة جدا واليوم هو وقت العمل وآن الأوان لتجلس إلى الطاولة وحل الموضوع وقال أنا مستعد لأن أعطي الجميع من كيسي ولكن المهم أن يسير البلد وجوابي لحزب الله أنه لا مانع لدي من تولي حزب الله وزارة الصحة وهناك إمكانية توقف مساعدات لأي وزارة يتولها الحزب موضحا أن هناك خلافا على توزير النائب طلال إرسلان ولكن سيحل الموضوع بالتعاون مع جملات وبري وأكد الحريري أنه لا يوجد ولا أي ضغط خارجي على ملف تأليف الحكومة وقال اتفاقي مع العهد والرئيس عون قائم والتسوية قائمة وسأعمل بها إلى النهاية ولفت الرئيس المكلف إلى أن تأخير تأليف الحكومة ليس تقاعصا مني ولن يتم الضغط علي بمواد دستورية ورأى الحريري أنه ليس الجانب الوحيد الذي لديه مشكلة مع سوريا بل هي مشكلة أقليمية ودولية وعلينا الانتظار للحكم على الأمور موضحا أن سعد الحريري عام 2010 شيء وسعد الحريري عام 2018 شيء آخر نعم تغيرت وأكد الحريري أنه لا يمكننا الذهاب إلى سوريا مدام عدد كبير من الدول ليس على علاقة جيدة معها ولهذا قلت من شهر إنني لن أزورها وبناء على ما تقدم فإن التأليف في مهب الريح إلا إذا أعلن الرئيس مشيل عون انتفاضة على المراوحة من خلال الطلب إلى الرئيس المكلف أن يشكلها كيفما أراد متجاوزا كل العقد والذرائع ويكون الرئيس عون بذلك قد قرأ في ظروف محيطة تحمل متغيرات أقليمية من حدود البوابات السورية هي لحظة قرار سيواجهها رئيس الجمهورية ولا بد منها وإذا انتظر فإننا سوف نبقى نتأرجح بين المربع الأول وتدوير الزوايا والنقطة صفر ولا ينتهي دلال السياسيين وترفهم اللامحدود فواجهوهم واعتبروهم أصحاب مولدات أو ملوثي بيئة ومياه على ضفاف الليطاني أو ما يعادلهم من خارجين على السلطة ففي المولدات بدأت الدولة تنفيذ قراراتها وقد آذرها وزير الداخلية شخصيا اليوم أما في الليطاني فقد وقف رئيس لجلة الإدارة والعدل جورج عدوان اليوم على ضفاف النهر وأجرى أول مساءلة عن المخالفات بحضور كل الوزارات المعنية والنيابات العامة والشرطة القضائية وقرر عدوان تحديد الجهة التي تمارس هذه المخالفات على النهر ومكامل التلوث معلنا أنه سيسير بهذا الملف حتى النهاية ولو أقدم عدوان على توقف بعض من استدعاهم إلى الجلسة وفرض عليهم مهمة تنظيف مجرى النهر لقطع شوطا كبيرا وكسب الوقت أبناء الضاحية يتلقون رسائل تهديدية والجديد تجول في المواقع وتتواصل مع المرسل اليوم لا زحمة حشود في باحة عشراء الواقعة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت بل زحمة إيلوآل بعد رسائل تقول إن مواقع عسكرية تابعة لحزب الله تقع قرب هذه الباحة هنا قبل عامين أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمام جمهوره من هذه النافذة فهل يقفل أهالي الضاحية اليوم النوافذ والأبواب أمام أي تهديد يرتدي ثوبا تحذيريا؟ لا تزال حملة الترهيب والتخويف مستمرة فبعد أيام على الدعاء العدو الإسرائيلي وجود مواقع تابعة إلى حزب الله يتلقى أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت رسائل متنوعة منها عبر تطبيق واتساب جاء فيها رسالة مهمة إلى جانب منزلك أقيم منذ فترة طويلة موقع تابع لحزب الله أنت مطالب في أخذ الحيطة والحذر وارفقت الرسالة بصورة لبعض المواقع الجديد جالت في المواقع المحددة في الصورة وتحدثت إلى الأهالي لمعرفة رد فعلهم عن كثب تجاه رسائل الهدف منها إرباك كل ما يقرؤها يعني العالم مستدعى الأمر هنا بعضهم بفكروا أنه حزب الله حاطت مواقع بين لبيوت أو على الملاعب أو لما نحن نعرف أنه في حزب الله منعرف أنه في أمن هيدا لا بتأدنم لا سلبا ولا إجابا علينا نحن لاحظة صارنا نحن أولاد الضاحي يعني ربيانين وعايشين هون كله هيدا حكي فاضي يعني هيدا حكي جنوب بس هيك ما بتعمل شيء في هدف معين هذا الشخص اللي عم ببعتنا على المسجات لنخاف لنرعب لحتى تقلع عائدتنا طبعا هي مسجات فيك وما أنا مضبوطة أكيد بعد محاولات عدة باقت بالفشل تمكننا أخيرا من التواصل مع صاحب الرقم الذي تصل منه رسائل ليخبرنا بأنه أرسلها بناء على طلب من أحد زبائن وأن لاع الملاه بمضمونها معتذرا إن كانت تمس الأمن الوطني انتشار الرسائل عبر وسائل متنوعة أسلوب يعتمد لإنجاح الحرب النفسية هذه الوسائل ناجعة وتخدم بضرورة تخدم وناجعة لكن ما ينبغي الإلفات إليه أن جمهور المقاومة بات يمتلك أو يتوافر على وعي كبير حيال كل المراوقات الإسرائيلية والألعاب الإسرائيلية في هذا الشأن لأنه في محاولة لتحريض الشعب اللبناني تقليب المزاج العام اللبناني على المقاومة على حزب الله من أن هذا الحزب سوف يتخذ في أي حرب مقبلة من المدنيين ومن العزة الدروعا بشرية بضلا عن أن هناك هدف آخر رسعي الإسرائيلي إلى عدد تجميع أوراق القوة لديه تمهيدا لأي عملية تفاوضية مرتقبة في الإقليم بعد الفشل العسكري لجأ العدو إلى أسليب الدعاية جاعل من وسائل التواصل الاجتماعي منصة لإطلاق تهديدات لن تخرج عن إطارها الافتراضي غدي بموسى قناة الجديد وحده وزير الخارجية والمختاربين جبران باسيل تحرك للرد على التهديدات الإسرائيلية للبنان فيما يقبع لبنان في دوامة تصريف الأعمال وعجز التأليف ويرزح تحت مصائبه الاقتصادية ووسط دعوة إلى عقد جلسة حكومية استثنائية تبقى الكلمة للدستور لا الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان ولا التهديدات الإسرائيلية المتكررة له عجلت في ولادة سريعة للحكومة عجز الرئيس المكلف سعد الحريري عن التأليف استغلته أطراف سياسية للدفع في تجاه عقد اجتماعات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال والعنوان حكومة الضرورة إذا أمثليني عن رأيي الشخصي أنا مشجع لأنه في سابق مثل ما جرى بمجلس النواب لابد أن يحصل في مجلس الوزراء أن تجتمع الحكومة مش بشكل عادي لأنه هي حكومة تصريف أعمال ولكن هي حكومة تصريف أعمال المدة الرابعة والستونة من الدستور اللبناني الفقرة الثانية نصت على ما يلي لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال وهنا يكمن الخلاف في الاجتهادات الدستورية هناك مبدئياً انقصام ضمن إطار ما يسمى الدستور على صعيد مفهوم المعنى الضيق لتصريف الأعمال ولكن سبق وأن انعقدت الحكومة وتحديداً في العام 1969 حكومة تصريف أعمال قد انعقدت رغم أنها كانت تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق كل ذلك عملاً بالمصدحة العامة التي تعلو ولا يعلى عليها يرى الخبير الدستورية المحامي سعيد مالك أن الاختلاف في الاجتهادات الدستورية يجب أن لا يقف عائقاً أمام عقد جلسة وزارية استثنائية تناقش حال الطوارئ في البلد سيما بعد التهديدات الإسرائيلية الجدة للبنان فلللضرورة أحكام وللظروف الاستثنائية أحجام والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار فالتهديدات الإسرائيلية الجدية تشكل بحد ذاتها ظرفاً استثنائياً طارئاً يفرض اجتماع الحكومة لمواكبة هذه التطورات والتهديدات ولوضع الأسس الصالحة من أجل مبدئياً ما يسمى المواجهة والمجابهة يبدو أن التردد في عقد جلسة استثنائية مرده إلى الخوف من فطور همة التأليف ولكن إلى متى يبقى المسؤولون يقايدون على أمن البلد واقتصاده وصحة مواطنيه بغية تحقيق منافعهم الشخصية حليمة طبيعة قناة الجديد التهديدات الإسرائيلية وسبل مواجهتها كانت محور بحث الاجتماع الدوري لتكتل لقاء ديمقراطي الاجتماع الذي استعرض أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية استنكر التهديدات والخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ورأى التكتل أن هذه التهديدات إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية باتت تستوجب التحرك السريع لتأليف حكومة وتطرق بيان الكتلة إلى أزمة نهر الليطاني داعياً إلى اتخاذ إجراءات ردعية لوقف التعديات الفاضحة على مجرى النهر مجدداً الموقف من ملف الكهرباء وتحديداً رفض سلفة الستمائة والأربعين مليار ليرة كما دعا النواب إلى الإسراع في تبني اقتراح لجنة الصحة نيابية لتوفير الاعتمادات اللازمة لمعالجة أزمة قطاع أدوية الأمراض المستعصية والسرطان يستنكر اللقاء ويشجب التهديدات والخروقات الإسرائيلية المتمادية بحق لبنان ويعتبر اللقاء أن هذه التهديدات بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية تستوجب من جميع القوى السياسية التحرك السريع واتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين الوضع الداخلي ومواجهة المخاطر وهذا يتم من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية أما وقد بلغت معاناة المصابين بالسرطان وبالأمراض المستعصية حداً لا يحتمل على الإطلاق فإننا ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في تبني اقتراح لجنة الصحة النيابية انفرجت أزمة الأدوية السرطانية واللجان المشتركة أرجأت بنوداً وتستكمل أخرى في جلسة الأسبوع المقبل أزمة فقدان الأدوية السرطانية حلت باقتراح قانون وتطمين مستوردي الأدوية من خلال جلسة طارئة للجنة الصحة النيابية تتكثر الأمراض السرطانية نتيجة ارتفاع نسبة التلوث ويعد نهر الليطان أبرز دليل بعدما عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة مساءلة وأحددت المخالفات ومكامن التلوث ووضعت تصوراً للحلول في 85% من البلدات المتاخمة لنهر الليطاني بتصب كل مجريرة بالنهر نصل للمؤسسات من أصل 91 مؤسسة أحيلة لتاريخ السبت في 31 مؤسسة ادعت عليهم النيابة العامة لأنه عم بلوسوا وأحالة الادعاء على القاضي المنفرد الجزائي مستشفيات كلهم استثناء مستشفى واحد كلهم عم بلوسوا النفيات الصلبة حدث ولا حرج أي حدا عنده حماية أنا ما بتأثر بهذا الموضوع يا القانون والقضاء بياخد مجرى يا بيجي بقعد بسمي لكم المسؤول الوراء وبسمي لكم إيه فيه طعاتي غير مسؤول وفيه طعاتي بشكل لا يستحق إلا العقاب أنا برأيي نحن عم نتعرض لإبادة نحن بحاجة يساعد النائب لاتفاق طائف بيئي لأنه فيه تعارض مصالح الناس عم تاكل بعضها بيئياً اليوم المصنع همه يربح بس ما همه شيء تاني ما رح يبقى مستهلك أما اللجان المشتركة فقد أقرت المادتين الأولى والثانية من قانون البترول مع بعض التعديلات الالتزام الذي يتعلق بالتنقيب والاستخراج في الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية هو من صلاحيات المجلس النيابي تأجيل لمهلة شهر ثلاث قوانين اللي هن لهم علاقة بقانون التجارة لإبداء ليس فقط ملاحظات وزارة العدل إنما أيضا في ملاحظات عديدة للنواب خاصة إنه مفروض توحيد رؤية القانونين وعلى الرغم من تهديئة السجالات بين التيار الوطني الحر والاشتراكي لا يزال التصويب بين وزيري التربية الحالي والسابق مستمرا من باب رواتب الأساتذة وصل المرسوم أول تمبارح الساعة سبعة عاشية على بعبدة ولاش هيدا اتهم ولاش المتاجرة بالأساتذة لحد أنه نوصل بدا نقول لهم هيدا العهد وهيدا فخامة الرئيس هو اللي معرأ الأمور وأعلن أبو صعب أن رئيس الجمهورية وقع مرسوم نقل اعتماد لمصلحة كلية التربية في الجامعة اللبنانية لدفع رواتب طلاب شهادة الكفاءة الأساتذة الثانويين أصحاب المولدات يؤكدون استحالة تطبيق قرار وزارة الاقتصاد ووزير الداخلية يصر على التزام الدولة تنفيذ القرار ومصادرة مولدات من يقطع الكهرباء عن المواطنين بين قرار وزير الاقتصاد الذي يفرض على أصحاب المولدات تركيب عددات ورفض تجمع أصحاب المولدات تنفيذها كباش بين الدولة ومن حل مكانها ترجم اليوم مؤتمرا عقضه أصحاب المولدات واجتماعا بين وزيري الداخلية والاقتصاد أصرا فيه على تنفيذ القرار مبدئيا الإجراء مستمر وحيبقى إلى حين تطبيق قرار مجلس الوزراء بموضوع تركيب العددات هذا الموضوع من قبل وزارة الداخلية مواكب وسيواكب أكثر بدعم ومؤاذرة من قوى الأمن الداخلي وصدر التعميمات بالأمس على كل البلديات في لبنان في رأي أصحاب المولدات التسعير مشحفة ولكن وزير الداخلية فصلت تسعير عن القرار كما أنهم عاجزون عن الاتزام بالتسعير الصادرة عن وزارة الطاقة مع العلم بأنه تم تكليف خبير محلف لدى المحاكم وقد وضع تكريرا اعتبر فيه أن الكلفة الوسطية للكيلوهات هي 650 ليرة جدنية والسابط هو 23 ألف ليرة والتسعير صارت عادلة جدا بعد دراسات المطولة عملها وزير الطاقة مع الفريق طبوله ونحن أنا من أول نهار قلت أنه بيتطبق القرار موضوع التسعير ما فينا واحد من هلأ يقدر يحسم إديه أرباحهم وإديه خسراتهم لأنه على الأرض تطبيق شيء وكل مولد عنده حالة كل ضيعة عنده حالة إذا كان فيه مشكلة بالتسعيره فيروح على وزارة الطاقة ويفاوضوا هناك ويبقى العمل ماشي هؤلاء يطالبون بإلغاء المحاضر التي نظمت والدولة تسروا على قرارها مصادرة مولدات من يعاقب الناس بالعطم مطالب يوقف تصدير المحاضر بحق أصحاب المولدات لأنها مبنية على قرار تعسفة وكذلك إلغاء المحاضر التي تم تسطيرها لا سيما بأن كنالات وزارة الاقتصاد لا تزال موضوع دعوة أمام مجلس شورى الدولة نحذر من الإقدام على مصادرة أي مولد لأنها غير مبنية على أي أساس كاموني بمسألة إطفاء المولدات القرار واضح بالمصادرة ووقف العمل من جانبنا ومش من جانبهم ومسألة الاستمرار الكهرباء بتصير مسؤوليتنا ومسؤولية وزارة الطاقة بالمناطق التي يعتقدون بعض أصحاب المولدات أن يستطيعون أن يبتزوا الدولة بهذه الطريقة يمطعظ أصحاب المولدات ممن وصفهم بالمافيا ويتوعدون وزير الاقتصاد بدعوة قضائية ولن نسمح بعد اليوم بالمساس بأرزاخنا وبكرامتنا أو نعتنا بالمافيات والعصابات بل هن المافيات والعصابات مع العلم أننا بصدد تقديم دعوة جزائية بحق وزير الاقتصاد لنعطي أصحاب الولدات بالمافيا والصالحين والدات عم بيقولوا أنه بدون يرفعوا دعوة جزائية على حضرتك لأنه وصفتم بالمافيات منهم من التزم ومنهم من يرفض ولكن هيبة الدولة أصبحت على المحك بعدما عجزت عن توفير الكهرباء لمواطنيها هذه الأمين قناة الجديد وربطا بالمولدات أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري تعميما يتعلق بتدابير إنارة الشوارع العامة والمباني الرسمية ودور العبادة جاء فيه نظرا إلى الشكاوى التي تردنا من أصحاب المولدات وتفيد بأن البلديات في القرى تلزمهم إنارة لمباط في الشوارع العامة والمباني الرسمية ودور العبادة مجانا وحيث أن من غير المنطقي فرض هذه التكلفة على صاحب المولد ولسيما بعد التزامه تركيب عددات لجميع المشتركين وتقيده بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه لذلك على أصحاب المولدات تركيب عددات لجميع مباني البلديات ودور العبادة التي يزودونها بالطاقة الكهربائية ويحق لهم تقاضي جميع المستحقات منهم وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة وبحسب كمية الكيلوات التي جرى صرفها شهريا كما يحق لهم الامتناع عن تزويد هذه الأماكن بالكهرباء في حال عدم تزديد الفواتير المستحقة عليها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يؤكد أمام زواره أن المسارات الجديدة للقضية الفلسطينية لا تدعو إلى التفاؤل ويتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء من بينهم السفير القطري محمد حسن جابر الجابر أمام وفد بارلموني من مجلس المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لفت الرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى الخطة الاقتصادية الإصلاحية التحديثية التي جرى وضعها وستولى الحكومة الجديدة تنفيذها لانتقال بالاقتصاد اللبناني من الاقتصاد الرعي إلى الاقتصاد الانتاجي مؤكدا أن الشركات البريطانية ستجد مجلات عدة وفرصا للاستثمار في لبنان من خلال هذه الخطة وجدد عون الوفد رغبة لبنان في عودة نازحين المناطق الآمنة في سوريا مشيرا إلى أن مجموعات منهم تترك لبنان اتباعا وطوعيا بإشراف الأمن العام وشدد على عدم جواز ربط عودة السوريين الطوعية والآمنة إلى بلادهم بالوصول إلى حل سياسي قد يطول اتفاق عليه من ناحية ثانية عرب رئيس الجمهورية عن رفض لبنان موافقة الولايات المتحدة على جعل القدس عاصمة لإسرائيل ووقفها المساعدات المالية للأنروا وإعلان الوطن القومي اليهودي وكلها مواقف تتناقض مع القرارات الدولية ذات الصلاة وتدخل القضية الفلسطينية في مسارات جديدة لا تدعو إلى التفاؤل وشكر عون لوفد من منظمة هيمان رايتس ووتش زارعوا برفقة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريساتي اختيار بيروت لعقد اجتماع مجلس إدارة المنظمة وشهد القصر الجمهوري تسلم عون أوراق اعتماد سبع السفراء معتمنين في لبنان هم سفراء دول ألمانيا وبلجكا والبرازيل وكرواتيا وغانا والكونغو وسفير دولة قطر محمد حسن جابر الجابر الذي عمل سابقا في سفارة دولة قطر في بيروت بين عامي 2007 و2013 وعمل في إدارة الشؤون الإدارية والمالية قبل أن يعين في القنصلية العامة لدولة قطر في كاراتشي بين عامي 2001 و2007 وأعين سفيرا لبلاده لدى الأورغوي من عام 2013 ومن زوار بعبد السفير المصري نزيه النجاري الذي أكد اهتمام بلاده بالأوضاع في لبنان لا سيما لجهة الإسراع في تأليف حكومة جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالة الرفض القاطع لما جاء في المقال الافتتاحي لرئيس تحرير جريدة السياسة وتضمن إساءات مشينة إلى الأشقاء في لبنان وردا على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية كونة حول ما نشر صباح اليوم في المقال الافتتاحي لجريدة السياسة قال الجارالة إن دولة الكويت تأسف أسفا بالغا لما ورد في المقال من إساءة مشينة إلى الأشقاء في لبنان وتؤكد أن كل ما ورد في المقال إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه لا وجهة النظر الرسمية التي تحرص من خلالها دولة الكويت على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وعلى عدم الإساءة إليها وأن يبقى فضاء تلك العلاقات نقياً صافياً بعيداً عن الشوائب وأوضح الجار الله أن دولة الكويت وانطلاقاً من رفضها القاطع لمثل هذه الإساءة إلى لبنان الشقيق والأخوة المسؤولين فيه فقد بادرت على الفور إلى إحالة كاتب المقال إلى الجهات المختصة ليأخذ القانون مجرى في مثل تلك الحالات بعد الأعلان مشروع نائبة للحد من مخصصات النوار أهلاً بكم من جديد طريق عجلتون منجز مع وقف التنفيذ في انتظار دانانير الكويت هي طريق عجلتون التي حصدت أرواح المئات في حوادث سير لا تزال محطة انتقاد قاصدها وهذه المرة بسبب الفواصل الأسمنتية هذا المشهد يتربع على عرش طريق الكسروان منذ ما قبل الانتخابات النيابية فواصل الأسمنتية لم يكتملوا العمل فيها فبقي الحديد الخام في وجه المفارق من دون إشارة ولا من يتنبهون ولأن شيئاً لا يعجز اللبناني فتحة للمشاتي هنا لا تعوقوا تحركهم وأخرى للمركبات فرضت نفسها بحكم الأمر الواقع درب شغلنا 40% هون بالمنطقة بيناطع كاميون قدام المحل عندي هون بيدرب سار لجعيطة بس تطلج او ما تشت الدنيا تعيشوا في نهر مش فاصل العمل بالمشروع توقف بعد مطالبة أصحاب المحال بترك فتحات أمامها فقدمت بلدية عجلتون طلباً إلى مجلس الإنماء والأعمار لاستحداث مداخل ومخارج آمنة للبلدات وبين الاقتراحين تمويل كويتي ينتظر دراسة مفصلة تنفق الدنانير على أساسها بعد زيارة فخامة الرئيس لدولة الكويت وأكيد طلب من صندوق الكويتي إدراج هذا المشروع وتمويل هذا المشروع اللي هو طريق التوسيع وتأهيل الطريق من رومبوان جعيطة وصولاً لعائلة كسروان هذا المشروع أكيد بيجي استكمالاً للمشروع اللي هلأ قريباً رح تنطلب مناقصته اللي هو يسوع الملك جعيطة الدراسات طبعاً وصارت هذا الشهر أو آخر هذا الشهر بتتقدم لمجلس المئة والعمار التمويل اللي إجاء من الصندوق العربي توفى عليه مجلس وزراء وهلأ بانتظار مجلس نواب أكيد تأخذ الموافقة بلديه كان طلبت بوقتها من وزارة الأشغال أنه توقيف هالأعمال بس هلأ طلبنا المتعهد أنه يكمل الموضوع حتى يحطوا إنارة لحين تكون خلصة الدراسة وانطلقت مناقصة ما يصير في حوادث لهالموضوع هذا مشروع الانتخابات توقف بعدها فبات الطريق عجلتون آمنة مع وقف التنفيذ تنتظر من يكمل خطة طرقات متسامحة جوال حجموسى قناة الجديد يعوبيان تتقدم باقتراح قانون يحد من مخصصات النواب والرؤساء السابقين لا يخفى على أحداً المبالغ التي تكابدها الدولة سنوياً لدفع رواتب النواب والرؤساء ومخصصاتهم وأن كانت تعد مرتفعة جداً فالمفارقة أن رواتب النواب والرؤساء السابقين تفوق بقيمتها رواتب الحاليين وعليه تقدمت النائب بولا يعوبيان من المجلس النيابي باقتراح قانون يهدف إلى تعديل هذه المخصصات والتعويدات الشهرية ولعل أبرز ما جاء فيه هو أن يستفيد من المخصصات حصراً النائب إذا كان فقير الحال أو عاجزاً عن كسب العيش أو معوقاً لا يمارس عملاً مأجوراً وتتراوح النسبة وفقاً لعدد الدورات التي شغلها وشمل اقتراح القانون أيضاً أسر النواب في حال وفاته وتستفيد منه عائلات النواب المذكورين في المادة الأولى وذهب اقتراح القانون أبعد من ذلك فنص على اقتطاع مبلغ شهري يوازي الحد الأدنى الرسمي للأجور من رواتب المستفدين من أحكام هذا القانون لتدون هذه المبالغ إراداً للموازنة العامة انطلق اقتراح هذا القانون من مقدار إنفاق النواب الكبير في الانتخابات ما يدلل على ابتعادهم كل البعض عن الفقر والعواز ويأتي تالياً لإنصاف النائب الفقير من جهة والتخفيف من انفاق أبدي ليس المستفيد منه بحاجة إليه أكد وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال ملح مرياشي للكاتب والمحلل السياسي جزاف أبو فاضل أهمية الحفاظ على احترام بعضنا البعض في ثياق أي موقف أو نقد مشدداً على ضرورة إجراء مصالحة أيضاً وتصفية القلوب مع النائب الزميلة بولاي عوبيان في أقرب فرصة كلام الرياشي جاء بعد لقائه أبو فاضل الذي قال كما تريد معاليك بتمون وكتب نص اعتذار إلى المرأة اللبنانية بعد الملابسات التي أثارها كلامه عبر محطة أوتيفي وقال منع لأي سوء فهم أو سوء نيات يهمني التأكيد أنني أكن كل الاحترام والتقدير للمرأة وأحرص على كرامتها وسمعتها وهي التي تشكل نصف المجتمع وصمام الأمان له وعليه وقطعاً لدابر الاستغلال فإنني أملك شجاعة الاعتذار إلى أي امرأة شعرت بأن كلامي جرحها أو أساء إليها وأمل أن يطوي هذا التوضيح كل ما سبقه في حضور حجد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والمصرفية افتتح المنتدى السنوي الثامن لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف افتتحت اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان المنتدى السنوي الثامن لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية والعربية في فندق موفامبيك في بيروت إن من أهم المحاور التي سنناقشها في هذا الملتقى دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقبية في إصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية على الامتسال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي كيفية التعامل مع الصعوبات المفروضة على البنوك غير الملتزمة وأكد رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر القاضي السيسي أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي في إطار الحرص الشديد على التزام المعايير الدولية التي ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بهذا الملف أعقد اللقاء التشاوري الطرابلسي الذي نظم دفاعا عن قضايا طرابلس وحقوقها برعاية نائب المدينة فيصل كرامي الذي تحدث عن عن تاريات نتنياهو قبل أن يدخل في تفاصيل اللقاء ويتحدث عن معاناة الطرابلسيين ملوحا مشارع في حال لم يتحرك المعنيون لحل المشكلات لا أقول جديدا حين أطالب الدولة بتفعيل المشاريع الملحة الجاري تعطيلها لسبب لا ندريه وهي تتلخص في تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي وتأهيل وتشغيل مصفات النفط وتأهيل وتشغيل مطار رونيام عوض في القليعات وإقرار قرض البنك التنمية الإسلامي لتأهيل وتوسيع مرفأ طرابلس فضلا عن تنشيط القطاعات الصناعية من خلال المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات لن أتسرع اليوم بالدعوة إلى التحرك الشعبي بل أعيد مد اليد إلى الجميع بعد اجتماع استثنائيا عقده في مقره في الأشرفية دعا لقاء سيدة الجبل وحزب الكتائب والوطنيين الأحرار والناشطون إلى لقاء موسع الأربعاء المقبل في بيت الكتائب المركزي في الصيف عند الخامسة ونصف بعد ظهر رفضا للقمع السياسي وما وصفوه بالحصار الذي فرض على لقاء سيدة الجبل معركة الحريات هي معركة مقدسة في لبنان وهي ليست معركة سيدة الجبل وليست معركة الكتائب، وليست معركة الوطنيين الأحرار وليست معركة الجمعيات هي معركة كل اللبنانيين اليوم مع سيدة الجبل بكرة مع غير سيدة الجبل وهذه المعركة ما خسروها اللبنانيين ولا مرة لا قبل الحرب معركة الحريات خسرناها لا خلال الحرب الأهلية معركة الحريات خسرناها ولا من بعد الحرب الأهلية خلال مرحلة الويصاية السورية خسرناها واليوم بمرحلة الويصاية الإيرانية لن ولم نخسر هذه الحرب كل الذين تعرضوا خلال السنتين الماضيين منذ انتخاب العماد عون حتى اليوم نحن نلمس بأن هناك تراجع بمعايير احترام الحريات العامة والحريات الشخصية نتأمل ان هذا الوضع يكون ظرفي نتأمل ان هذا الوضع يتصحح نتأمل ان حكومة لبنان ورئيس حكومة لبنان والمعنيين نسمع صوتهم بالدفاع عن الحريات والدفاع عن العمل السياسي بلبنان جل رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوي يرافقه وفد من مجلس الإنماء والإعمار والشركات المتعهدة على الأعمال الانشائية لمشروع ري الجنوب على منسوب ثمانمائة بما تتضمنه من أعمال حفر وتمديد للشبكات وإنشاء خزانات الجمع ومحطات الضخ والجر التي يستفيد منها نحو مائة قرية وبلدة عبر جر المياه بوسطة الجاذبية وفي جولة الاستطلاعية أشار علوي إلى الخسارة الكبيرة التي يكابدها مشروع الليطاني نتيجة التلوث مؤكدا أن مصلحة الليطاني ستواصل وبحزم ملاحقة الملوثين والمعتدين على هذه الثروة الوطنية بدعوة من الجمعية اللبنانية لأطباء الجلد عقد في بيت الطبيب مؤتمر صحفي عنوانه تنظيم الطب التجميلي في لبنان إنجازات وتحديات رئيس الجمعية اللبنانية لأطباء الأمراض الجلدية الدكتور داني تومة قال إن طب التجميل يتطلب شهادة طب واختصاصا في مجال الأمراض الجلدية أو الجراحة التجميلية وما يبدو سهلا كحقنة أو علاج بالليزر يتطلب في الحقيقة سنوات من دراسة الجلد وأمراضه للوصول إلى نتيجة جيدة من دون مخاطر وأكد أن تنظيم طب التجميل هو للمحافظة على مستوى التجميل الطبي وسلامة الناس وسمعة لبنان والطبي بعد الفاصل جائزة نوبل لمعادن للصهيونية أهلا بكم من جديد قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال الخاشقجي بدأت تثير اهتمام الصحفة الغربية وقد نسبت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية إلى مسؤولين أتراك تأكيدهم أن خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية حتى مساء الأربعاء في اسطنبول فيما الغموض لا يزال يلف مصير الخاشقجي في جديد قضية اختفاء الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي سجل اختفائه منذ الثلاثاء الفائت بعد دخوله مقر القنصلية السعودية في اسطنبول استدعاء وزارة الخارجية التركية السفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخارجي للاستفسار عن وضع خاشقجي وقالت مصادر ديبلوماسية لوكالة الأندول للأنباء إن السفير الخارجي حضر إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة حيث التقاه مساعد وزير الخارجية التركية ووز سليمان كيران وقد أبلغ السفير السعودي الخارجية التركية بأن ليس لديهم معلومات عن الصحفي المختفي مؤكدا أن استفارة تتابع الأمر يخرج للإعلام من داخل السفارة قال أنه ليس محتجز وأنه باقي بإرادته فواضح أنه تحت الإكرارة تحت التهديد وكانت خديجة أزر وخطيبة جمال خاشقجي التي تعتصم مع بعض الإعلاميين أمام مقر القنصلية السعودية في اسطنبول قد أعربت عن خشيتها من أن تكون السلطات السعودية قد نجحت في اختطاف خطيبها ونقله إلى بلاده بطريقة ما وكشفت أن مسؤولي القنصلية السعودية أخبروها بأن خاشقجي غادر القنصلية لكنها قالت أن كل المعطيات تشير إلى أن جمال لا يزال محتجزا داخل القنصلية على حد وصفها يأتي ذلك في وقت تؤكد القنصلية السعودية في اسطنبول أنها تتابع وتنسق مع السلطات التركية لكشف ملبسات اختفاء مواطنها وفي الوقت عينه أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تحقق في اختفاء السحفي السعودي وأنها تتابع عن كثب التقارير وتسعى لاستجلاء الأمر توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى الهند سعيا لإبرام صفقات أسلحة بقيمة مليارات دولارات مع رئيس مجلس الوزراء ناريند رامودي ما يرجح أن يثير غضب الولايات المتحدة والصين وباكستان وقبل بدء الزيارة التي يجريها بوتن بمرافقة أبرز وزرائه وتستغرق يومين أعلن الكريملين أن المحطة الأساسية فيها ستكون توقيع صفقة بخمسة مليارات دولار لبيع الهند أنظمة دفاع جوي من نوع S-400 على الرغم من مخاطر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الدول التي تشتري هذه الأنظمة وقبيل وصول بوتن مساء الخميس صرح ناطق باسم بزارة الخارجية الأمريكية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الهندية أن جهود تطوير أنظمة الأسلحة بما يشمل S-400 الدفاعية الجوية والصاروخية ستكون موضع تركيز خاص ضمن قانون يحمل اسم كاتسا أي مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات وكانت واشنطن قد فرضت الشهر الماضي عقوبات مالية على الجيش الصيني لشرائه مقاتلات سوخوي سو 35 الروسية وأنظمة S-400 لكن الولايات المتحدة تواجه وضعا صعبا حين يتعلق الأمر بالهند لأنها تريد تعزيز العلاقات بين يودالهي للتصدي لتنامي نفوذ الصين رأت محطة بلومبرغ في تقرير لها أن هيمنت الدولار وهيبته بدأت بالتصدع والانهيار وأن قادة العالم الذين لا يريحهم الوضع الحالي يسعون الآن للتخلي عن العملة الأمريكية فقد وصف رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر إجبار الأوروبيين على شراء سلاعهم الخاصة بالدولار بالسخيف في وقت أكد فيه وزير المال الفرنسي برونو لومير أنه يريد أن تكون حكومته المالية غير مرتبطة بالدولار ومستقلة عن الولايات المتحدة وتشير بلومبرغ إلى أن روسيا تسعى للتخلص من الدولار عن طريق شراء الذهب وبيع السندات الحكومية الأمريكية وهي تقلص أصولها المالية من الدولار لارتفاع المخاطر المرتبطة بالعملة الأمريكية في التعاملات الدولية إضافة إلى تحدي الصين لهيمنة العملة الأمريكية في أسواق الطاقة العالمية إذ بدأت بإدخال عملتها المحلية اليوان في التعاملات الطاقة الخاصة بها أضف إلى ذلك أن مجموعة البريكس تحاول التوصل إلى اتفاق على عملة للتعامل بديلا من الدولار وقد تنضم إلى هذه المحاولات تركيا وإيران التي تواجهان عقوبات مالية أمريكية وتعد هذه المتغيرات انذارا سيئا للولايات المتحدة كما أن استخدام الدولار في عقوبات المالية الأمريكية بما يخص حلفاءها أيضا يعد بادرة سيئة جورج سميث الحائز جائزة نوبل للكيميا معاد شرس للصهيونية أصبح البروفيسور الأمريكي جورج سميث العضو في جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام المؤيدة للفلسطينيين والعدو الشرس لإسرائيل أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيميا بسبب الإنجاز العلمي الذي قدمه لحل مشكلات البشر وفيما كان العلم يحتفي بالعالم سميث وانضمامه إلى نادي الجائزة العالمية كانت الصحف الإسرائيلية تصب جام غضبه عليه لمعاداته إسرائيل ومناهضته للصهيونية ودعوته إلى فرد مقاطعة على إسرائيل وبهذا الصدد له مقولة مفادها أن مناهضة الصهيونية هي حركة عدالة اجتماعية من أجل المحرومين والمضطهدين فوز جورج سميث البالغ سبعة وسبعين عاما دفع صحيفة يدعوت أحرانوت إلى النبش في تاريخ الرجل الذي نشر مقالا قبل ثلاث سنوات ردا على الادعاءات بمعادات السامية رأى فيه أن الافتراء بأن مناهضة الصهيونية هي معادات للسامية هو تكتيك يعود إلى سنوات طويلة من الدعاية الصهيونية ولفتا إلى أن المطلب الأساسي لحركة مناهضة الصهيونية ألا وهو أن منح كل الذين يعيشون اليوم تحت سلطة النظام اليهودي في إسرائيل حقوقا متساوية حيث أن نصفهم من العرب الفلسطينيين الذين يميزوا النظام اليهودي الأثنوقراطي ضدهم سواء في ذلك المحرومون الذين يضطهدهم الحكم العسكري في الضفة الغربية والذين يعانون ويلات الحسار الاقتصادي المدمر والهجمات الدموية في قطاع غزة ويشارك سميث بالجائزة الأمريكية فرانسيس أرنولد والبريطاني جريغوري وينتر عن بحثهم الذي يستعمل أسلوب تطور الموجه لإنتاج أنزيمات لكيميائيات وعقاقير جديدة وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سرات صالحة مرحبا بخطوة مفاجئة وجريئة كشف الممثل المصري فاروق الفيشيوي خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الأربع وثلاثين عن إصابته بمرض السرطان إلا أن الممثل وعد محبينه أنه رح يتعامل معه مثل كأنه وجع راس وأنه رح يتغلب عليه ورح يرجع يشوف زملائه السين الجاية بالمهرجان نفسه لا ينتشر الفيديو بشكل كبير ويحصد الفيشيوي الكثير من الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي قلت له سرطان آه يعني صداع فقال لا فاروق شخط فيها بقى أنا باتكلم جد قلت له وأنا باتكلم جد أنا هتعامل مع هذا المرض كأنه صداع سأنتصر على هذا المرض سأهزمه ننتقل لواقع فريدة من نوعها بالإمارات المتحدة حيث تم الحكم بالسجن ثلاثة شهور على سيدة بعد ما رفع زوجة عليها قضية بتهمة استغلاله بسبب تناقل صور لأله من دون علمه والضحك عليه مع أخواتها وأصحابها إلا أنه المثير للجدل بالموضوع ويلي سبب غضب واسع وموجه من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي هو حديث الإعلام المصري عمر أديبيا اللي دعا لرفع عقوبة الزوجة من ثلاث شهور لثلاث سنين وطالب بمنح الزوج الحق بتفتيش هاتف زوجته بس بده بحجة حمايته أنا مع الثلاث شهور دول ما فيش سد تفتح موبايل جزء مش عشان الموبايل فيه حاجة غلط أبدا وأنا بأطالب بتجديد العقوبة أما آخر أخبارنا فهو مع حملة عم بتقوم فيها وزارة الصحة بالتعاون مع الفنانة إليسا لتشجيع النساء على الكشف المبكر ضد سرطان أثدة وعلى أنغام غنية مشوار بتطلب إليسا برفقة وزير الصحة غسان حاسباني من السيدات ملقاتهم بمشوار ما بينتصن هارة 13 و14 بحرش بيروت مشوار رحيم مشوار إليسا بتروحي مشوار؟ لوين مشوار؟ مشوار لتعرف كيف تحمي حالك وعيلتك من السرطان مشوار لتعرف أكتر عن الكشف المبكر لسرطان السدي بالصورة الشعاعية المجنية مشوار لتعرف إذا معك سرطان السدي مين حدك وكيف فينا نساعد لقونا بمشوار ما بينتصن لقينا أنت وعيلتك بحرش بيروت ومع هالحملة أنا بدي وداكم لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترانز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر انستجرام وعلى أكيد ما تنسو تتاج انتهاشاك ترانز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقول بنشرات لاحقا باي كان في النشرة الحريري الحكومة في غضون عشرة أيام دي جانكتور تاك بين الدولة والاشترا نطالب يوقف تصدير المحاضر بحق أصحاب المولدات لأنها مبنية على قرار تعسف في مسألة إطفاء المولدات القرار واضح بالمصادرة ووقف العمل من جانبنا مش من جانبنا الصحة تدخل الطوارئ تصريف ضرورة يتغلب على ضرورات الأمنية تركيا تسأل عن الخاشقجي والرياض لا تعلم ختم النشرة شكرا للمتابعة وتصبحون على خير اشتركوا في القناة